السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما تفتتح المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي يعقد في شارلوت بولاية كارولاين الشمالية لتعيين بارك أوباما رسمياً مرشحاً للانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر المقبل أجواء احتفالية تسود شوارع مدينة شارلوت بهدف تعبئة الناخبين للاقتراع الرئاسي يقول هذا المواطن الأمريكي أعتقد أن أوباما قام بأعمال عظيمة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والصحية ونحن مديننا له لما فعل وأعتقد أن هناك الكثير من الناس تسانده وهم اليوم سيقفون بجانبه لدعمه حتى يتولى الرئاسة للمرة الثانية تقول هذه السيدة القضية الرئيسية اليوم هي الفرق بيننا وبين الحزب الجمهوري نحن اليوم نخاف على الطبق الوسطى هذا وحضر العديد من المتقاعدين للتنديد بتهديدات الجمهوريين التي تتناول نظام الضمان الطبي للمسنين ويشار إلى أن الديمقراطيين يرويجون لحملتهم بطرق مختلفة للرسالة السياسية وهي تأييد الأجهاض والدفاع عن الحق بالضمان الصحية ترجمة نانسي قنقر